مرحبا بكم في النشاء الجوية اتشوفوا على قناتكم قناة النهار اول قناة اخبارية في الجزائر يبقى دائم الحال شباب على كم المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية ايضا ارتفاع دائما في درجات الحرارة القصوى خاصة على المناطق الغربية وكذلك الوسطى بلما نتقولوا رح نشوفوا اكتر تفاصيل نبدأ بصورة القمر الاستناعي توضحنا في صورة جواء الصافية على المناطق الجنوبية وكذلك الشمالية رياح من ضعيفة الى معتدلة بالجنوب مدفوش 30 كم في الساعة مع المناطق الشمالية رياحة تكون ضعيفة مدفوش 20 كم في الساعة الوضعية الجوية المرتقبة اليوم في ليل تبقى دائمنا جواء الصافية ومستقرة الحشبب على كامل المناطق الجنوبية وكذلك الشمالية درجات الحرارة المرتقبة اليوم في ليل سجلوا في حدوث 12 درجة بالجزائر العاصمة 9 درجات بوهران مستغانم نفس المقياس بيجيجر واسكيك دات لمسان مغنيا ضرومة والرمشي 6 درجات بلغوات والمسيلة 9 درجات بعين صلاح نفس المقياس بأدرار واتيميمون تميوين ورقان 6 درجات بكل من إيريزي وجانات و14 درجات بأقصى الجنوب على عين قزام عينة زواءتين زواءتين مع صباحهم عفجر ومراح يسبب الحال المستقر الحشبب على كامل الولايات الشمالية وكذلك الجنوبية بستناء رح تتشكل بعض السحب العابرة بالمناطق الداخلية الشرقية ستكون بلا فعالية درجات الحرارة الدنيا المرتقبة مع صباحهم عفجر نسجلوا في حدود 7 درجات بشمال الصحراء بمنطقة غردايا زلفانة بريان 8 درجات بكل من بشار القناة سوب نعباس درجاتين فقط بالمناطق الداخلية وكذلك الهضاب العليا بكل من باتنا وخنش للبيد ونعمج وبردة نوعا ما خلال الصباحة بالولايات الداخلية ترتفع درجات الحرارة خلال الظاهرة نسجلوا حوالي 7 درجات خلال الصباحة بالجزائر العاصمة 11 درجة بججل وسكيك نشوفوا مع بعض وضاية البحر على السواحل الغربية يكون هادئ ومن قليل الإتراب إلى مضطرب على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية فيما يخص تيجاه الأمواج يكون من شمالي إلى شمالي شرق على السواحل الغربية والوسطى وشمالي بالسواحل الشرقية رؤية دائما تفقى متوسطى على كامل الشريط الساحلي علول الأمواج يقدر يلحق حتى الميترة والنص على السواحل الشرقية وما يفوتش الميترة بالسواحل الوسطى وكذلك الغربية الحقت معكم لختم شكرا لكم على المتابعة ومتمنى لكم أمسية سعيدة في عمان الله